عقد الجهاز الوطني للإرادات ورشة عمل للمعنيين في قطاعات الانشاءات والعقارات والصناعات التحولية حول القيمة المضافة تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بها والسياسات الخاصة بهذه القطاعات وضمان تطبيقها بصورة صحيحة وخلال الورشة التي حضرها 189 ممثلا عن 113 شركة من قطاعات الانشاءات والعقارات والصناعات التحولية تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها والاطلاع على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض التي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة ويأتي تنظيم الورشة في إطار الحرص للجهاز الوطني للإرادات على تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة ونوها الجهاز الوطني للإرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لإغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والإجرائية لها وتقديم الإقرار وسداد القيمة المضافة خلال الفترة الحالية